يا اختي يا اختي ما على القصة الشاخدة يا اختي على العيالات المقرصة المجبدة دعوني بالبكاية اجوا تسمعوا لي وحلال مولاتي القصة من السيدة المقرصة المجبدة عضي البنات بالزلطة مهم قبل ما نبدأ في القصة دينا نريد توضيح بخصوص القصة التي اضطيت قبيلة لايف بالنسبة لهذا النوع من الفيديوهات الآن نضعوا لي وضعوا في القصة انا سوف نشرح لكم غير هذوك الفيديوهات فأنا كمانتها ولم يمكنك أن نجاوبهم بالنسبة لفيدوه انا نقول لكم رغيب دافل الوقت فلان فلان حالك انا علمكم في ذلك الوقت اتأتي وتفرجوا بالنسبة للسيدة التي لا يوجد الوقت او لم يكن تفرج في ذلك الوقت سألون الفيديو مباشرة تركوا في القناة لقناة كتبت على الفيديو عادي تصنطي لها الوقت الذي تريد هو المسياز الذي يكون انه في الوقت الذي يكون القصة تتعرض انا كنكون معكم في الكومنتر هذا هو المسيازات التي يكونوا المهمة الغزالة ديالي كانت مننا اني كن وضحت لكم ودعبا ندخله مباشرة في القصة الشاخدة ديالنا معكم مالاك وحكايتي ستبدأ نهار للأب ديالي غا يخوي الدار حنا في الأول كان كسحابنا غير مقلق حتى النهار اللي غا دينا الخبار انا الاب ديالي هساكو وخرج بره المغرب من شحارق الأوروبا المهم ممتفسق لها الخبار كانت بغت حماق خاصة اني كنت انا وخويا ديال الساعة لحنين لرحيم حتى النهار اللي كننا عايشين فيها كنا غير كارينة ماما كانت قلصة بالدار المهم بكات وشدبات حتى عند فالها بغا يتقلق شوية وغير رجعة وثاني حتى ما كان يرهالينا هزاكنا ديال الساعة ومشينا الدرش دي وخوينا الرحيل ديالنا درش ديالي من النهار الأول لم يكنوا متقبلين كانوا يقولون الممي طاي طاي نحن لا نقدروا نهزو أولادك لان ما عندنا كيف نديرو لهم عائلة ممتي كانت عائلة اللي علاقة الحال حتى هما ممتي وخاكت مع ذلك الهضراء لم يكن لديها الباديل لان تخرجنا للزنقة مستحيل وانا ذلك الساعة كنت عندي 7 سنين وخويا الصغير عند 4 سنين المهم ممتي من النهارة خرجتك تقلب على خدمة قلبت حتى عيات وفي الأخرى كانت تلقى خدمة في الحمام طيابة كانت تبشي من الصباح حتى الأشياء ونهار اللي عندها روبو كانت تبشي خدمة عند العيالات اللي كانت تتعرف عليهم في الحمام كانت تدين الميناش تكرفسات على ودنا وكانت تعطيه الجديد وعطيه الخوالي غير بشي سكسوالينا والوالو والبنات الهضراء والمعيار والسبان في ودنا المهم بقنا غاديين ونكبره كانت تدين المستحيل كي نقرأ كي نغير الوضع كي نغير الوضعية وكانت أحد البنت اللي يزوينا بسافة وضريفة بلا قياس لم يكن أسمع مني شي كلمة خيبة وكنت حادي كانت تدار نخمل نجفف نصيق كي لا نسمع شي كلمة ما هي المهم ستبقى اليام غادي وكانت تدار 13 عام في واحد منهار كانت تدار خاوية وكانت تدار نجفة جدا تدار جامعة وكانت مجرد كنت غير انا ووحد خالي في الطهر أنا متكيحة سأدخل علي خالي وستد البيت كنت عرفت اتوقع شي شيء ما هي خاصة انها خالي كانت تحرش بي وكنت تقول لا خالي وأزيزه المهم سيتبزز مني سأددالي غوطت وانتبت اعتقيت ولكن حتى شي واحد ما اسمع لي المهم سيتخدقاء هذا الشي اللي بغى وكانت تعدى عليها تكرفس عليها نيشان اني ماشي داك اللعباتي اللحقة محقا ما بقيتش مرة باب ما بقيتش بنت بكيت وجدبت وهو سالة وخرج بره وانا يبقيت تعطيها لنبكاوات حتى كانت جداتي جاعت المهم فاجأت جداتي ولقعتني في ذلك الحالة بدأت تنتفح بحناكها وكتقولي يا ويدي شنو درسي يا بنت الحرام انا لن يتي قلت لديك شي لوقع ستتلي يا فمو وقلت لي يا ويا كتتعودي هاد الهضرة قلت لي يا مستحيل هاد شي لي كتقولي وما يمكن شي قايتك انت دارتيش بطلة بروجة تلصقيها فينا المهم بدأت تدرب فيها على اساس انني انا اللي غالطة وانني انا بغى تنطيح الباطل على ولدها وانا رأى بنت بنتها يعني رأى ماشي شي وحدة اللي غريبة حليها المهم دك الساحة بدأت تتعايات في تليفونات كل شي كتتجمع وانهم يقولوا لي يا مالك ويعنقوني ويحسوا بيا كلهم كيقولوا لي انت يا اللي كتدوري عريانا انت اللي كتلبسي بيجامات قصار انت اللي هادي وانا باقي الطافلة باقي الله عندي 13 عام بكيت وجدبت لي حساس بيا هي امو يمتي اللي عنقاتني وبدأت تكسبك حتى هي جدا كنت قلت لي ما تقوليش ان خالك هو لديك هاكا ما تقوليش هذا الضرب ببغاش قبل قد كنت يغلطي مع اشي واحد اشي واحد بغتي تستريه قلت له ها هو اللي دارها تخيلوا هاكا خالي فليش واريخسر عليهم كلمة واحدة من مورها لا لقى هاديك الضوقة ومفرازه واشيش جداتي شنو كتقول هايقول لها أنا ماكنش قاسة كنت مغيب معرف شنو كنت واكل وتعديت عليها وتسمح ليها في حال هاكا يا البنات تخيلوا تا واحد ماهدر معاه تا واحد ما تكلمو اذك خالي كن ميصوه المهم هي هاديك ازيت راسي يا البنات وبكيت و جدابت و في الأخر كمتها ولكن كنت لداخل ديالي سوف يتهرس ما بقيتش لاقيها راحتي نهائيا فهذا الوقت بينه الدياب قال لي كان حط علي العين وكان يقول أنني ما غان هدرش معه كل شي بدك يسبليه في عينيه وما بينهم وحد ولد خالتي هذا ولد خالتي يحصر كنت حط عليها الرأس وكان قول أنه وحنين كانت عنده 24 عام صراحة ما خدام مرتام المهم سيه تبدك يدور ليه في جنابي وكيقولي أنا غان سترك هادك و هادك خالق غان سترك ليه المهم سيه تحلي الراس حتى نظهر لكل يد مغي مزيان وكيقولي يا أحقا ما أحقا أنا مختام كيف نخدم جنزوش بك أنا يمكن غلط عارفة رحسي ما غان قوليكم ما غلطش هادش يدرسو بيديه المهم سيهد تلوها ليلوية وحدة وغيبدأ معي في علاقة غير شرئية اليوم وغدحت نظهر لغا القرصي حملة فشكلتها لي كاليا ما عندي من دياليك وزيتونتي يا غير بنت تلقى وأنا كنت مدوز بك الوقت وخلاص أنا ما بغيتك شر الزواج ومعمرني ما غنزوج بيك أنا فاشقالي يا هاد الهضرة تصدمت المهم بقيت ساكسة على أخبي استماح قداش نهائيا نهضر ولا نتكلم كنت خايفة منهم بزعف أصلا في ذلك الوقت ما بقيت لك نخرج لك ندرجة قلتها غير في الدار المهم بقيتها كاك حتى بنتكر شي وكيف شافتني أمامتي بدأت تندف حناك وكيف شاهدت شي يا بنت الحرام وقاتت لها بلدي ما يديرها شو بنتك بغيت تلصق على ملا مني نجاب ساديك الكرش قاتت لها هاتشي اللي كان قوليك هو اللي كان نتصداعه والريقاطه وبنقول شو ما شو نوقع وهاتشي اللي كان عود لكم أنا ربقي عندي 16 عام أنا والله هالبنات ما كنت خفيفة أنا يمكن الظروف لحكمته لي في حالك فاشكت تقصحي من أقرب الناس كتتولي كتتقالبي على اي واحد اللي تتحطي عليه الراس كتولي بغا ما عرفش ما عرفش لنشرح لكم ودىكم اخالتي بمسع الحالي لدينية لا اخرى حتى كتولي بسعالي والصح المهم هي هذه هاتخالتي غادي تنكر قالت لها انا ما غنضير معها المهم نتصداع والحيحة في العائلة جديد نشاة الشوهاء ثم شادي ربين ندرتوا المهم بدينه في المشاكي الوسطى نقزات واحد من اخالتي كانت لهم عارة عنده علاقة معها و انا كانت غادية و كتبان و العائلة دي كامية كانوا خايفين من شوها داكشي عليش قلتوا مع بعضياتهم و قلتوا لولد و قالوا لي قولنا غير صراحة قالوا ما انا فعلا كنت معها قالوا لي صافي السرها و تزوج بيها قال لي انا حقا ما بغيتش و انا بغيتش نقزات ممو و قلت له غير تزوج بيها و جباعي دي لطار على اساس ان انا غاد مشي و نقول لعدها خدامه و فعلا داكشي اللي كان سيد تزوج بي و دوز علي العذاب الاليمة البنات ليس لم يعد حزي المخصصين بالله او الي نجال لديك من جميع النواحي اما مماي اللي هي خالتي من النهار اللي محطت عنها كانت تحرك من أنا حاولها كانت تحرك عن خدامة و ناكلها في الكوزينة كانت تتحرك عن خدامة و كم مرات ولا شي حاشا أبداً كان لديها سابقاً وتضربتها وكانت أدوز بي 1 شهرين يقربوا لكي أحدهم وكانت أدوز بي 1 شهرين وكانت أدوز بي 1 شهرين وكانت أدوز بي 1 شهرين وعيروني انني انا بنت الصنقاء وقالوا لي انني انا اللي انا اللي انا اللي تلوت عليه وربشة هذا البنات انا هذا الخالي ما عمرني محشيتها لي ولد ويتمعها كنت كنت عامل على طبيعتي بقي الله عندي 13 عام اما احتى دولت خالتي اللي تزوج به هذا اللي دروا لي جامعا يا حتى نلعت تراتي اللي من خالي تنقبوني تشاش المهمة البنات نوص العذاب الاليم بقيت صابرة هذا كولت خالتي اللي كنت مزوجة به كان كيبيع في الحشيش والفانيد وذلك الشي وبدأ بشوية بشوية كيجمع عاونوا ببعه واخدالوا واحد الدار وكنت حولت لها انا وياه انكت كان قول السيد رغي هده الله قد ماك يكبره هو كدير عقله بالعقل سيد غادي وكي حماق كنت حولت الدار يقول غادي انتهنا من العقوزة ساعة تحت فموشكي الكبر تخيلوا كمشيت لهذه الدار جديدة سيد اللي كان كيدويم عايا كيدويم اصحاباته في التليفون ولا كيدخلهم لي حتى الدار ويخرجني من بيت نحاس ديالي وكيدخلي الخانزات وانا ما عنديش حق لانه دار لنتكلم صافي كان خاصتي نسكوت ونبقى حاضر الرأس المهم بقيت هاكا قلسة ما سيد الريال ما كيطيه ليه وهو راه كان كيبيع هاد شي ديال القرقوبي والحشيش وكان كيصور فلوس راه ماشي شي حاجة قليلة لا هو لا خالي ارتدك خالي كان كيبيع راه كلهم مش مكرية راه المسطع لاخوه المهم انا فش كان قوله خاسني شي حاجة كينودي يضربني بشي كي قولي ما عنديش كينودي يصلخني كي قولي ما تقول ليش لي خاسك شي حاجة التقديد يلدار الى كان غياك وراح كيتقدى الى كان ما غياك وش ما كيتقداش العصاء على اقل ما هي حاجة المهم دوز علي العذاب الاليم انا وهديك البنية اللي انت انت العذاب الاليم بشك بشدة الاشكال يعني بشدة الاشكال يعني كين كتعمل معايا فحل شي حاجة النهار اللي كترشق لي اليه كيشدني يبزز مني وكيتعدى اليه وانا مرته حلاله كيدخل خانزاز وقدم عينيه المعيار وسبان تخيله وقال اسم معا خانزا وانا كيامر فيه وكيقول يجيب لي يا هادي وحدي لي يا هادي وصيب لي يا هادي كيدوشو يخليوا لي الدنيا مرونة وانا كنجمعها ومعنديش الحق لانا هدر لانتكلم الكتاف اللي غاي سخنوني مكانوش عندي بام النهار اللي اخوة البلاد ما عمرنا ما اسمعنا ليش اخبار اما امامتي كان مغلوب على امرها امامتي مسكينة حتى هي كان غير في مشاكلها وفهمها وصحتها اللي بدتك تمشي بهذه الحمام والسخنية المهم بقي تجارة في هذه السواجة اليوم وغدى اليوم وغدى حتى النهار امامتي قد قولي ايه اجيش ادي بلاستي في الحمام حينت ايه كانت خرجات في الأول فقلتها ليه مبغاش وقالي يالله وقلت في حالتك وانا تخدميش ولكن فجأة دورها في راسه وقالي يا واخا المهم هزيت راسي ومشيت الحمام فرحانة قلت قد ينخدم واندخل صريف الجيبي بالحق البنات سيد كيف خدمت ويقول لي الريال اللي غتش دي غتعطيه ليه كانت غير كتبان علي النعمة يسلخني ويتأدي عليها كان الحميديه مزرق درجة ان العيالات اللي كنت كان حكي ليه في الحمام يبدو يقولوني يا مالك انا ما كنتش كان رضا وكنقول لهم بغير الفقصة اللي كتدي ليه هكا ما كنتش كان بغير نقول لهم الناراجلي كيخلع الشي وكلهم كيتسدمو كيقول لي يا معمرنا ما شفنا هاد الحالة كيفاش لحمك كيزرق نقولو ماذا تش اللي اعطى الله فاش كانت تفقص لحميك كيزرق المهم شي كي تطيق وشي كي يعرفني اني كانت باقليه وانا يا غاد يا هكاك المهمة البنات غندوز فاديك الحمامة امين فادي الحمامة تعلمت بزاف الحاجات وشربت من كيد الايالات ولكن المشكلة اللي كان هو الواقع لهذا الشيء والواقع شيء تاني فين غادي نمشي انا بغيت نغير مثلا من حياتي كيانا ندير فين غادي نعطي الراس تشي واحد في العائلة ما بغي يهزني كل شيء تعالية نظر خيبة اني انا اللي كان جر جال وربي عالم هما اللي تهدوا عني وهما اللي هاداوني المهمة البنات بقينا جارين هاكا حتى النهار اللي طلح لي السحاف وكنت اهرفت الى ما احتقت شراسي ما كنش اللي غا يعتقني حينت كل شي كان كيشوفني مضلومة والتواحد ما داوين متكلم كيشوفو فيا وحرفين اللي عيش اللي عيشة وفرحاني ونضاربين طم المهم تمام بديت الريال اللي كان جماع كنخبيه هو باركن كي يخدلي فلوسي كنت كنوري شوية وكنخبي شوية وكندير جادي وكتر باش نخدم بالساف المهم الامر تسرات بديت كنجمع الريال على ريال حتى جمعت واحد المبلغ اللي كان محترم وفي هذا الوقت كنت مرة مرة كان مشي وكنسلي الفلوس من الفلوس دياوله وخاططة لفش كي يكون سكران ونهد الفلوس كنت ديره موسط الروس في واحد البلاكار سافي بقينا حتى جمعت واحد المبلغ اللي كنت عارفة انه يقدر يهزني واحد شهرين تلت شهور تمام البنات قلت سافي يا ربحي يا دبحان انا في الحمام كانت تكتعم عندنا واحد الواكيلة المهم شيت عندها كنت نحك لها وازيزع لها بثاف ومعوت لها القصة ديالي بختصار وكتلت لها شوفي بغتك توقفي محايا قلت لي شنو غادي ندير فأنا بغت راجلين يطلقون لها البوليس يحصلون مع شي خانزة انا بغتوا يدخل الحبس ويطلقني قلت يا للا جاتك هوا الرقم ديالي غير تبغي انا ستكلف بكل شي هي كانوا عندها المعارف تياولها وهذا وكل شي قانوني يعني غير هذه المسآلة ديال اني انا ما كانتش عندي خبرة المهمة البنات الوقت اللي احتسب راسي واجدة كنت بديت كان خرج من الدار كنت دير رسيغة ديال الحمام وكان راقبه حتى النهار اللي كيف خرجت عيت الواحد الخانزة وجات عنده المهم كيف تخلعت عنده الدار غادي نعيت لها ديال الوكيلة وغادي نقولها لها غادي نقول يبقى يا لتات ما حاصر عليهم انا دا بغنت تصل واندي الاجراءات فعلا كانت تصلات ما جيت في ندور حتى تلقيت البوليس جاو تلعوا للدار غادي هزوموا لي السلطان هو هديك الخانزة اللي كانت معاه المهم هو ما منزلين هم وقاني واقفة شافيه وقالي يا وش انتي اللي باللغتي قلت له اه سيد وجهه ما قدرش نصف لكم كيفاش كان وجهه زراق 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 بزاف المهم من الظهر والميمون اللي كان طالع عندي هديك النهار فاش داوه كيلقوا في جيب وصمتات ديال الفانيد صافي كانوا الدوه الكوميسارية حايلتوا ساقوا الخبار جاسموك تحلف فيها في الأول كتقول يا والله يتنفع لك والله تنفع لك حتى غايقوا لها البوليسي ارى هديك ايه اللي تقدر تخرجه مهنا ويه اللي تقدر تغرق باباه واخه من موره ملقينا هاد طه غايغرق غايغرق مهم جاسوا تتحلت لي على رجلية وكتقول يا العار لما خرجت لي يا والدي شفت فيها وكتلها عليا باليمين اللي حلفوا بي ايالات الرجال الشلغمية وولدك الاخررشد في ليلية قلت لي يا والله يتنفع لوليك والله تنفع لوليك كتلها الخلوج لو دبيل كان فيكم شي واحد راجل يجي قرب لي وديك الساعة قدام البوليسي قلت له هانتا كتسمع في هكتها التدفية اذا وقع لي شي حاجة هاد سيدي المهم كنت قديت المحضر وكل شي ومباشرة كنت بديت في الاجراءات الاطلاق عزيز بنتي ومشيت الواحد المدينة اللي كانت قريبا المدينة اللي تمه وبيتت نقلب على الخدمة بعد وكل الفلوس اللي كانوا عندي كنت كريس بيهم واحد البيت وبيتت نقلب على الخدمة اليوم وغدة اليوم وغدة حتى النهار اللي رقيت خدماني في واحد الحمام الأمور الحمد لله تسرات بديت معهم الخدمة وفي نفس الوقت باقي نجرب الاجراءات فيما كانت كان مشي بلاس ما يوقفوا معايا كانوا يعيروني وكانوا يقولوا انتي ممزياناش قدرتي السيد زي ما قدرته اديت لي رزقه وقدرته هو اللي قدرني ومدخل الخانزات راه هو اللي كان يتعدى علي ويتكرفس علي ويضربني ويدي لي رزقي ما زال هو اللي فلوسي يخسرهم على الهاهيرات وانا مخليني بلا ريال بلا جوج لانا لابنتي المهم البنات السيد كنت تحكم عليه بالتجارة دي الممنوعات زائد الخيانة الزوجية وهذي الخانزة اللي معاه تهي كذلك ومثال تهموها بالخيانة الزوجية وانا كنخرج لي اطلاقي الفرحة دي لي فهذاك الوقت ما نقدرش نوصفها ليكم وخاصة النهار اللي مهمتي غد هزخويا وغيجيو عندي وغنتحاول انا وياها على زمان المهم غدين بقاوها كاك المدة دي الخمس سنين فهذا الخمس سنين محمرني منسي وانا كنت حالفة بحلوفي سننتاقم في هذا الوقت وانا كنت نقرأ بهم الحلاقة جميل ما اعرف شرب الناس ولكن كنت عارفة انني خاصة نطور رأسي باش نقدر نوقف مع ابنتي الحمد والله لو امورتي استرعتوا في الحلاقة جميل كنت قدرت بلاسي وشديت الحرفة وكان لما اجدتها الفئلية كان ودوك الاستادات اللي معايا يقولوا يا سبارك الله عليك انا ما اكدبش عليكم وانا نتعلم وانا نحقق ذاتي وانا نقول لكل شيء انني لاللوم ولاسي قادة انت واحد ما يغلبني سوف نبقى هكا اعطيها غير الخدمة في الحمام وفي نفس الوقت كان نمشي لهذه الفورماسيون اللي كانت عندي دوس الفورماسيون بقينا واحد المدحة النهار لواحد السيدة كانت جاعدنا لهذه البلاسة في كنا نقرأ وقامت لي في التلفون وقال لي في لانا وش بغت تمشي للخاليش شفت فيها وقعت لها انتعرفيني بزيان قلت لي عارفك وماشي تكشيل في باك قلت لي وش بغت تخدمي في وحد السبا في الخاليش قلت لي انتي از انا قديني كل شيء وفوق من هذا شيء عندك ديبلون ديالحلاقة انا فاسمعت هادها ما فكر رجوج مراته وقلت الهضرات من الناس اللي خف منها ماينا في عاني اشتاشى واحد ما قال عليها دويت ما ام مامتي وكلما واحدة اللي قلت ليها هادي تشديلي بنتي بم مانتي خويا دار فيها راجل وقال لي احقام احقام ما تمشيش شاف فيه وقال له فين كنتي هادش حال قال لي انا يا الله كبرت قلت لي واسي تخليك تتكبر مازال وديك الساعة نهضره انا اعرف شنو كان دير وانا كو كنت بغيت الفساد كنت ندرته في المغرب قاما نمشي لبرة باش نديره المهم لأمور كاملة قادات وجدوا لي الوريقات وكانت هزاتني ومشيناها لبرة وفعلا كنت خدمت في واحد السبادي الواحد السيدة بنت هذيك البلات المهم هو السطل التمى في اللول كنت خدمة في الحمام حتى النهار اللي غد تعطني الفرصة وغنوري ليهم حنتي ديه في الماكياش سيدة فشفت الماكياش اللي اللي تحماقت عليه وقالت ليه كيفاش انتي كتدري ماكياش في حال هذا وقالتها في الحمام ملتم ما غنوا لي خارج الصالون وغندير فلوس صحيحة الحمدو الى الأمور تيسرات كملت معها الكنترا ومن مراها غدي نخدم مع واحد السيدة اخرى بوحد السالير اللي خيالي ما أمر لي ما كنت كان حلم به المهم دوست في ديك البلاد 9 سنين ديال الخدمة 9 سنين ديال تمارة تلاقيت فيها معناز أشكال وأنواع وتعلمت فيها بزافة الحاجات في هذه 9 سنين جوني شلاخ طب حين تخطو مع الزيانات وتقدات بل حق انا كانوا سنيني لوبيا وكنت حالفة بحلوفي ما غدي نرتاح سناخد حقي الثاني ومتسني من هاداك الخويل ما عمرني منسيس هاداك شريد ووزع لي المهم بقيت ضربتها بمارة ما كنصفت لعائلتي الفلوس في ذاك المدة كنت خديت واحد البرتما اللي كنصكنا في أمي وبنتي وخويا أخويا الحمد لله كان سهل علي صدر بي وخدم المهم انا ما كنتش مسوق علي قدمته ونا في الوقت قدمه أخويا كان كنت تقفية واحد شوية وكن اعرف انني داتني تما غير الخدمة المهم حتى بالنسبة للخدمة كنت طورت بزاف وتعلمت بزاف جالي حاجات وجمعت العاقة حتى النهار لحستة براسي انني قادة ندخل المغرب وندير بلاسي وفعلا كنت دخلت وقدرت واحد المشروع اللي كان عبارة على صالون واحد الحمام بسيط وتوكلت تهلا الله وتسرات الأمور البلاد الحمد لله وهذه نصيحة تحلي مشروع دائما قلبي على الموقع قلبي على البلاسة تكون على الشارع وطرق دوازة لا تقلبي على الزناقي وخد زيدي شوية في الكراه ولكن ترى كتلقى النتيجة من بعد المهم جيت صلحة المحال حضرت الناس لها قدام النادي جي من الخليج وفلوس ديال منعرف هم اللي يديرون لها هكا انا متسوقش ليهم كو تعطيها للخدمة بشوية 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 بنادم بدك يعرفني كيف جديرا كيشوفني انني انسان داخل سقراسي من ضار الخدمة ومن الخدمة للدار الحمد ويله لأمورتي سرحت بقيت مقاطلة حتى طلعت هذك السبا ولو الناس كيجوا منين ومنين وكيجوا عندي غير العيالات المزوجات والموضافة كان مهروف عندنا هذك السالون انه عيالات 100% ما كانوا يدوروا عندنا رجالة نهائيا وخجنة في واحد البلاسة السالونات اللي كانوا ديرين ميكس رجالة وعيالات ان رجالك يصيبون العيالات انا لا كنت دير ليهم بلاسة ديال العيالات فقط الماكياج ديالي هو اللي قاعد تعرفت به وهو اللي جديد بلاسة فيه حتى في المغرب ما غندوزوش بزاف حتى غنت تعرف بداك الماكياج وغنوك لنخدم العريسات هون ربي غي فتح لي ببار الخير من واسع دياله الحمد ويله كتكمشي العريس كان خدم بخمسهلاف السالف ترهم كان جي مهم ما غندوزوش بزاف حتى ربي غي يسر لي غير خرشتو موبيل كات كات جديدة بدلت الدار عاوت الفراش بنتي كونتسمعيشها كيف الاميرة دير اللي هو واحد بدي لك فاشن فرشال حويج اللي كطلب كنت جيتا عندها المدراسة كل شي مرتاح كانت حياتي ميتالية ولكن واحد الحرقة في قلبي ما بغاش شطفة المهم في هذا الوقت كان عندي حاجة واحدة في بالي هي نرد حقي حتى من ذلك خالي اما حتى الراجل يسمى عندي حقي بزيادة خالي ما كنتش عارفة مني ندوز لي عندما امتي وخبت عليها قلبي وبدأت تكدر في خاضها وكتقل لي يا ابنتي ابنتي شنو بغا تديري وانتي حمقه وانتي مستيك وانتي مستيك وانتي حمقه وانتي مستيك وانتي مستيك وامتي كوروارات وانتي مستيك وانتي مستيك وانتي تقلبي شكرا على على الحياة العائشها فلنا اردوا من الصمةية سيفية انا ملكية بغا touch هاتي كان صاحب ن sampel ولكن بناتهم حقاد ومعن دوش مبعضياتهم تلك النافاق وصافي تصلت بي وتلقيت اناوية فشفني تصدم وفشف الكاتكات حماق وقال لي من اينا لكي هذا قلت له الحمد لله خدمنا بدراعنا وجبناها احلال قال لي كديرا وكديرا الواليدة كديرا الخواتي دي قلت لي كل شي مزيان مهم دكي الله بدي عود لي على راجلي حتى راجلي كان خرج من الحبس قلت له شوف دك دوشي يسدو علي اذاك سيد ما كان عارفه ما يعرفني قال لي نعم شنو حب الخاطر علش عايتي لي يا قلت له نعيد لك على ود الخويل وهو يقول لي يا اها شنو بغيتي اجبت لي جوش المليون من فوق الطفح وحطيت لي فوق الطبلة وقلت له قلت له كلمة واحدة منين دوز له قلت له شنو بينك وبينه قلت له ما عارف شترك عارف هو اللي تعدي عليها بقى كشوفي ايش حال هو يقول لي يا خالك كتكون معاه واحد خيتي سميتة هاشنو سميتة وهاشنو سميتة هي اللي غتعطيك البلانديا الخالك بالضبط ان اللي غنقول لك انه هو باقي لحد الان قلت له صافي كون هاني المهم كان نزل وديك الساعة كانت قلبت على هديك خيتي تلاقيت انا وياها ودير عليها في حقه ما حقه كتبغي خالي وخالي رام مزوج محتشي حاجه رباقي مادرت اشي حاجه في حياته فلوس الحرام سبحان الله كيمشوف الحرام المهم تلاقيت معها وبدت كنهضر انا وياها سيدة في الاول دي رأيه حقه ما حقه ما كان بغيه عزة نفسي حتى كنت عطيتها كونترا للخاليج وفق منا جوج ديال المليون سيدة كيف شافتها حوالت وقات هي اشنو بغيتي قلت لان بغيت حاجه وحده امتى خالي كتكون عنده السلعه حتى انا عينيه ما كانت في شي حاجه قليلة لتقدري فاسرها انا كانت عينيه في سلعه كتيره الاقل واحد خمسمائة جرام ديال الحشيش شي حاجه بحال هاته وياها تقول لي يا شوفي انايا ما نقدرش نعطيك الوقت حتى ما عارف سيدة في بالي نهار اللي غنعرف امتى غيتقدي نقولها لي كنت لها مرحبه سوف يبقى تنويها على تواصل وانا بعيدة مداوية ممكلمة المهم السيدة غدي نبقى انا وياها كحتى النهار اللي غتعيط لي وغتقول لي يا فلان غيمشي الفلسان فلان فلانية عند فلان وغايا يخدني عنده قدة وقدة وراه قال لي يا نمشي معاه وانا ما بغيتش المهم هاي طي ولا تبري الراسك انا قتليك هاتشي لي بناتنا سالهنا وديك الساعة هي ما بقى ليها والو بش علق برا المغرب صفية هاتيك انا عيت البوليت قلتها ليهم وكان اصلا البهراش في الطريق السيد كان وقناوا لي يشدو كيلقوا هاي الظروفة ديها اللي حشيش هالزهني يشلكوا ميسارية انا ديك الساعة كنت هزيت راسي ورجعت عندهم من مورة من هضراءات وكنت مشيت عند جداتي ودقت عليها الباب حلت لي وجهها زرق شرفات البنات المهم كيف شفتها قلت لها جوش كلمات وكيف هما ضيعتوني في حياتي ها هو ربي ضيعكم اللول مشلح بسبابي والثاني يخرجوا فيه ما بغتي تشوق في معايا باش ناخد حقي منو ويدخل الحبس هوا دخليها بعينهم غمضة بدأت يالله بغت تغوات تقول لي خليت لك الله كتلاحس بيالله واني اعمل واكيل انا بغت نهار الزين ما عمرك تحضري فيه بغتك تكوني حضراء غير في الكواريت انا الحمد لله عايشة باخير وحنا خير وانسوما ربي ما زال غي اعطيكم الخرجة اللي غنخرج غنطلق مع خالي وخالتي يالله جيين كي تجار وملكميسارية فشافوني طالع في الكاتكات حلوا فمه خالي جي عندي ويالله بغت يدوي معايا ويقول يا حق بنتي قلت له انا ما بنتك كونت بنتك كونت بنتك كونت حميتي عليا شحال هذي اما دابر اني واقفة على رجلية المهم كنت عفضت عفضة وحدة موقفت حتى لداري وما حسيتش مراتي ساليت هنا مسالية ورتاحية حتى النهار اللي كنت شفت واحد السيد اللي كنت وصطت ليا باش ان هادك خالي يزيد وغرقوا بابا في الحباسات ويعطوا اشد العقوبات الناس كيعطوا فلوس باش ملادم نخفو عليه انا عطيت الفلوس باش ي اتقلوا عليه ومرتحت حتى سمعت الحكم بودنية المهم كيف سمعت الحكم كنت ارتاحية وعرفت انه صافي ذك الشي اللي بغيت وصلت له في هذا الوقت الطالقي حاشاك ومقال لك محقا محقابة غير جائلية حين تسمع الكات كات وذك الشي النهار اللي يجا وقف قدامه والله البناتي لحشم يقولها لي يا حشم البنات ارتونا فين وصلت هو فين بقى غير كيش وفق لي يا حقا محقابة بنتي قلت له بنتك يا الله تفكرت يا هلحبيل سالة ثانية التقار المهم الحمد لله ابنا ديك السحب الز وكانوا جاوج مقوم رابع عنده ونيشة الكوميسارية وقدرت له عدم تهرد وقلت له بنتك يده بغيت تشوفه تشوفه على طرق المحكامة يعني سير دفع دعوة وانطلاقها وذلك الساعة فاش قلت له ذاك الهضراء وكان عرافه لمشحت تشبه على راسه وغي يوليف النفاقة من تمال غابير البناتش كومتوا ممشتوا هو الحمد لله اليوم هيشة بخير وعلى خير تشي حاجة مناقصاني فاش كانت تفكر قاعدك شيري دازعليا كنقول الحمد لله لربما كان في خير لربما كان في خير ل اليوم ما كنت نعيشت شي اللي كنعيش فيه اليومة اليوم حمد ربي وشاك راح قاقص احلامي كاملة عشابي خارو على خير بداري بطموبيلتي بنيتي كتكبر قدامي موانتي الحمد لله هي احدايا وخو يراها الزراس ودار دويرتو مناقصو حتى هو شي حاجة خدمتي رغاديا مزيان والأمور ميسرى واليومة جيت نعود لكم قصي باش نقول لكم معمركم ما تاقو لا في القريب ولا في البعيد معمرك اختيز على الفرصة لقول المرأ يضحك عليك حينت في الاخر انتي ما كيعقل عليك ح تشي واحد وكتور انتي لي غالطة لغزالة ديالي هنا سالة القصة ديالنا ما تنسوش طبعا تخليوا الاراء وتعالي قزيالكم صاحبة القصة وما تنسوش منيش من تحالي قزونا ديالكم هنا وما بقاليا الا مقول لكم حبيباتي ما تخيتش بكم كاسمحكم شهر زات لكاسح ما قسمت عليكم